بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ويقول في نفس الصورة مخاطبا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين من هنا قال علماء التوحيد أن مراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام أن تنطق بالشهادتين بلسانك قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة نعلمها لأولادنا ولأطفالنا أن الإسلام بني على خمس دعائم وقواعد وأركان الشهادتان والصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا هذه المرتبة الأولى من مراتب الدين أما المرتبة الثانية فهي مرتبة الإيمان وهي المرتبة الأعلى من مرتبة الإسلام آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وسئل صلى الله عليه وسلم من قبل سيدنا جبريل ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وقال بعض العلماء وأن تؤمن بالبعث بعد الموت فأركان الإيمان ستة الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان برسل الله أجمعين والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره هذه المرتبة الثانية تليها مرتبة أعلى منها وهي أعلى المراتب وأعلى الدرجات ألا وهي مرتبة الإحسان وهي المرتبة الثالثة سئل صلى الله عليه وسلم من قبل سيدنا جبريل ما الإحسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك المراقبة أن تراقب ربك جل وعلا أن تضع نصب عينيك هذه الكلمات الثلاث الله مطلع علي الله ناظر إلي الله شاهد علي من علم وأيقن أن الله يطلع عليه وينظر إليه وشاهد عليه فلن يتجرأ أبدا على معصيته من هذا العرض السريع يتبين لنا أن كل محسن مؤمن وأن كل مؤمن مسلم ولا عكس المؤمن لا بد أن يمر على مرتبة الإسلام أولا فالإسلام يكون بالنطق بالشهادتين باللسان أما الإيمان فهو الإيمان والتصديق الجازم بالقلب الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لذا نلاحظ أنه في بطاقة الهوية أو في جواز الصفر يكتب الديانة مسلم لا نستطيع أن نقول بأن الديانة مؤمن لماذا؟ لأن الإيمان يكون في القلب ولا يطلع عليه إلا الله نسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا إيمانا وأن يزيدنا يقينا اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما وشكر الله لكم حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته